التقى صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر في العاصمة أبو ظبي عصر اليوم وقد تجاذب سموهما أطراف الحديث حول عدد من المسائل والأمور الوطنية ذات الصلة بتوفير جميع مقاومات الحياة العصرية الكريمة لأبناء وبنات الوطن ومجتمع دولة الإمارات عموما كما تناول سموهما الحديث حول قضايا التنمية الوطنية الاقتصادية منها الاجتماعية والتعليمية والثقافية وغيرها من المجالات حيث أكد سموهما أهمية توظيف كافة الإمكانات من أجل تحقيق رؤية الإمارات عشرين واحد وعشرين وصولا إلى التنمية المستدامة على مختلف الصعود وفي شتى القطاعات التي تسهم في تحصين دولتنا العزيزة اجتماعيا وأمنيا واقتصاديا حتى تظل واحة للتعايش والتلاحم الوطني والتكافل الاجتماعي والإنساني حضر اللقاء سموه الشيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم ولي عهد دبي وسموه الشيخ هزاع بن زايد النهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسموه الشيخ نهيان بن زايد النهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان النهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سموه الشيخ سيف بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسموه الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الرئاسة وسموه الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان ومعالي الشيخ النهيان بن مبارك النهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة اشتركوا في القناة